اشتباكات متقطعة بين القوات الروسية والأوكرانية تشهدها الجبهة الشرقية لأوكرانيا تركزت أبرزها خلال الساعات الماضية في منطقة سابوريجيا تحديدا في الجنوب الأوكراني التي تشكل حاليا وفق مسؤولين ميدانيين جبهة متحركة خصوصا في اتجاهين نتحدث هنا عن أوريخيف التي تبعد 65 كم جنوب شرقي سابوريجيا وكوليا بولا الواقع على بعد 100 كم تقريبا عن سابوريجيا وفيما يؤكد المسؤولون الروس أن المبادرة حاليا في أيديهم نفت أوكرانيا مزاعم روسيا بحدوث تقدم في سابوريجيا قائلة أن جميع المحاولات الروسية تم صدها حتى الآن والقوات الأوكرانية استعادت كل الأراضي في نهاية المطاف وتصيط الروسيا حاليا وفق متحدثة القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية الأوكرانية ييفين يرين على ما يشكل نسبة 60% من أراضي سابوريجيا وفي سياق آخر ويغهر رغم أنه خط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي في المنطقة الجنوبية يشهد نوعا من الجمود منذ أشهر مازالت القوات الأوكرانية تقصف مواقع مختلفة من مقاطعة خرسون منها الضفة الجنوبية لنهر دنيبر وأسفر القصف الأوكراني عن قتله بالإضافة إلى ذلك تتعرض مدينة نوفا كاخوفكا لنوع من القصف العنيف من قبل الجيش الأوكراني بمحاولة للتقدم في ذلك المحور للسيطرة على المدينة المتاخمة للمحطة النووية في سابوريجيا اشتركوا في القناة